الحمد لله محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن ولاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين أرصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضل منك ونعمة طاب رسول الله بعد أين رأينا سويا أيها الأحباب الكرام حسن عشرة الزوج لزوجه يعني حسن عشرة الرجل للمرأة كنا اتفقنا أن كلمة زوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى والرجل والمرأة رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الذي ينبغي أن يحتدى وأن يتبع في العلاقة مع الزوجة كمرأة تأمن استؤمن عليها الإنسان في نفقتها وعشرتها وأهلها ودويها وتربية الأولاد معها رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه وإن بغي لكل منا أن يأخذ حفظه الوافر في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته لذلك كان آخر الحديث استحدثنا عنه يكون منهاجا لنا وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها التي قالت قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي خرجوا الإمام الترمي خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميدان في نفسه قبل أن يأمر أمته بذانا إذا لا يمكن لأحد منا أن يحقق الخيرية إلا إذا كان خيرا لأهله ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لأهله فكان في خدمته لأهله في بيته والطلطف معهم في العشرة وفي الكلام وفي اللين فحقق التساكن بالمودة والرحمة التي جاءت في سورة الروم شكرا لأهلي يحقق التساكن الكفيرية الناس kim في основ تم تحت IRA حتى سورةakis وفي thì أوهلي للتحققverage الآن من العشرة وفي، مثال إشا کرت idée اللهمide ج crate آآ without Oops إ Såت opened الكفيرا للأسفل Et enfin, on avait terminé avec un hadith sacré Du prophète صلى الله عليه وسلم سلو عم الله عزه Il nous disait que le prophète sans samedi Le meilleur parmi vous Celui qui veut être le meilleur parmi nous Le meilleur ici-bas C'est celui qui est mieux Qui se comporte convenablement avec sa famille Et en particulier avec son épouse Et le prophète sans samedi dit Et moi, je suis le meilleur vis-à-vis de mon épouse Le hadith rapporté par l'imam Kirmili Alors ce hadith nous résume Comment les hommes, ils devaient se comporter avec leurs épouses Si veulent être parmi les meilleurs Ecoute le prophète sans samedi mon âme Le prophète sans samedi mon âme Quand il a dit le prophète sans samedi C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire Dans le dîn, dans l'âme, dans l'âme Et à dire, c'est à dire, c'est à dire C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire Alors ici, quand le prophète sans samedi disait Le meilleur, le meilleur ici C'est celui qui a La bonne foi C'est celui qui est le meilleur dans ce sens Dans le sens de la foi, de la religion, du comportement C'est ça, c'est celui aussi qui sera le meilleur auprès d'Allah Alors après qu'on a vu Comment les hommes, ils devaient se comporter avec leurs épouses Pour qu'on puisse enfin envoie des foyers stables D'hante, le but toujours, c'est d'arriver à un foyer stable Et une vie heureuse entre l'homme et la femme Pour qu'on puisse avoir des enfants bien éduqués C'est ça le but C'est à dire, c'est à dire, c'est celui-là C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire كيف يلبغي أن تكون المرأة لزوجها وهذا الحديث جاء في سياق عجيب جدا وهو أن المرأة نساء الصحابيات لدوان الله عليهن هن اللواتي يسألن عن هذا الأمر يسألن عن أمور دينهن في هذا الجانب اسمعوا معي هذا الحديث الجميل جدا عن أسماء بنت اليزيد الأنصارية من بني الأشهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك وأعلم نفسي لك الفداء إنه ما من مرأة كانت في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي إن الله بعثك للرجال والنساء كافة فآمننا بك وبإلهك فإن معصر النساء محصورات قواعد بيوتكم ومفضيش هواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معصر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإذا الرجل منكم خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم أثما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله انظروا إلى هذه المرأة الحديث ما زال مستمر ولكن هذا المقطع الأول هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وافدات النساء وافدات النساء لممثلة النساء لديلديل النساء قالت يا رسول الله وهو النبي في المسجد إحلاء أصحابه فجاءت وسلمت فقالت يا رسول الله إنه أعلم نفسي لك الفداي يعني فداك نفسي وفداك كذا يعني نحن سنفديك بحياتنا وبكل شيء ولكن جاءت تستفسر قالت يا رسول الله إن الله دعتك للرجال وإلى النساء كافة حيث اللي سمعتموه ثم أنتم معسر الرجال فضلكم الله على النساء بكثير من الأمور الجمعة واجب على الرجل إلا إذا كان له عذر عذر الصفر عذر المرض عذر العمل العرشي من هذه القبيلة هذا الأمر مبدود في الفحر وأنتم فضلتم علينا باتباع الجمائز وعياذة المرضى والحج بعد الحج والعمرة والرباط والجهاد في سبيل الله الرجل واجب على الجهاد في سبيل الله إذا هدد تراب المسلمين والإسلام طيب فقالت إذا نحن مقعودات ومحصورات بيوتكم ولكن هي تتحدث عن أمور نربي أولادكم ثم نرسلوا تيابكم ثم وأدست هذه الأمور كما نشارككم في الأمر إذا كنا نحن نقاعدات بيوت المرأة يلقى في بيتها يعني تتكفل بأهلها بزوجها وهذه الأمور كلها ورجلوا يخرج مجاهدا ومجتهدا في أمور الدين والدنيا هذه المرأة تسأل ما هو أجر النساء إذا أدينا حقهن في البيوت هذه الثلاثين مسألة اليوم سألت تعلم إنه مغنبي يزيد الأنصاري جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في المسكة يجب أن يسأل ما بيوت وإلى منافستي لأنا نتروديكسي كنان ذاكري كان يسى حقول تعالى ويقول كنان سيفل كنان لا تنطيع كن لا تنطيع البحث نكلم ويقول وهو و authoritarian يمكن قال إلي الله تعالى الذي وهو أ languages أن يرجح الدوراء هو الدراسة في الناس الجمع مارايد .... فخرج も خائر الله تعالى Attack أيضًا VERY نمن Morrison وخائر الله تعالى طالع�도 فقد هذه المرة للجنة 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 وتطلب يعيشيون والجنة للجنة للجنة والجنة في الوماية والعمرية لك تلك الأخرة والسعين على المية ونناولاية الأخرة ونفقدنا خلاقناً ونعطيكاً ونسطرح وتخلقناً ونسطرح ما نحبكاً أما تلك الأخرة فقط أن تعريض بذلك ونحن فقط جدًا ترجمة نانسي قنقر ثم قال هل سمعتم مقالة مقالة مرأة قدت أحسن من مساءلتها عن أمر دينها من هذه هل سمعتم يعني عمركم سمعتم إمرأة تسأل عن أمر دينها بالدقة مثل هذه المرأة فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن مرأة تهتدي إلى مثل هذا ما ظننا يعني ما كنا نظن أن مرأة أو نساء يمكن أن يهتدينا إلى مثل هذه الأمور فيريدنا أن يشاطرنا يعني أن يشاركنا العزر نحن الرجال أن الرجل يجتهد الرجل إذا خرج من بيته في عملي فهو في العبادة حتى يعود إذا كان يغضى للبصر وكان يعني متقيا لله سبحانه وتعالى في عمله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى الرجل كلا من عمله أمسى مغفورا له حينما تخرجين ت من بيتك إلى العمل وتتقل الله وتغضى البصر وتحفظ الليسان وتحفظ الفرج وتحفظ العقل ومع الله وانسو سويت وترجع إلى بيتك تتقل الله سبحانه وتعالى في أهلك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنور مغفورا فإن الله سبحانه وتعالى لكن لذلك لكن لذلك لا يعمل ذلك يجب أن نتشاهد يجب أنه يجب أن ليسworker وست فطرة أن يستجب أن يهدا مجمع Aussi importante que Cella Qui demande à connaître sa religion Les companions disaient On n'a jamais pensé Qu'une femme peut arriver A ce niveau-là De demander Avec son épaul فالتفت النبي سنطاولي سلميلا فالتفت النبي سوسام التفت إلى الصحابة تناقش معهم الأمر ثم التفت إليها النبي سوسام التفت النبي إليها ثم قال لها إن صار في أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تباع لإحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله فرجعت المرأة أسماء وأدبرت وتكبر وتهلل حتى توارت الأصلاح قال النبي سوسط حسن تباع لإحداكن لزوجها حسن تباع لإحداكن لزوجها يعني عموما حسن تباع لإحداكن لزوجها بين الزوج وزوجه سعيدة إن الباب مفتوح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثون عن الباب حسن التباع يعني إذا صهرت المرأة على أن تجعل حياة زوجها حياة سعيدة تعدي للجهاد والجمعة والعمل والهربات في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والإنفاق وكل شيء فإنها تشاركه في كل عمل إن يفعله خارج بيته طاعة لله ولا تشاركه في المعصية هذا حسن التباع لإن المرأة تشاركك الجهاد في سبيل الله إذا كان واحد منكم الآن زوجه ليس هنا ليس هنا هي في البيت مريضة أو ربما حتى في عادة شهر يلن تصلي فإنها تقاسم معك أجر الجمعة كما تأخذ أنت تأخذ هي عند الله وهي لم تحضر فأنت تتعب في العمل وتأتي بالرزق وهذه الأمور كلها فتأخذ معك نفس العزر إذا كانت في هذا المستوى الذي يخرج لجاك في سبيل الله وليتعلمه شيء من هذا القبيل أو الذي يخرج حجاً ومعتمراً شيء من هذا القبيل فإن زوجه تأخذ معه نفس العزر الذي يأخذ إذا صهرت على أن تجعل حياته سعيدة ذلك أعطى نبي صصم بعض الإشارات من حسن التباع منها تلب مرضاته أن تجتهد لتطلب مرضاته واتباعه وموافقته في طاعة الله إننا نحن بالعكس كل الشرق هي تقول له النبي يقول حينما تواجق المرأة زوجها في طاعة الله وفي أمور الدين الدنيا ترى أن في مصلحة العسرة وفي مصلحتهم جميعاً أن يفعل كذا ولا تعارضه هنا تصل لهذه المرأة إلى هذه المستوى إذن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يختصر لأخوات من المؤمنات يختصر لأخوات من المؤمنات الفريق ذلك جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قل الجنة سهلة للنساء ولكنها لا يريد لكنهن لا يريد قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب جنة شئتي مرأة إذا صلت خمسها خمس صلوات في بيتها حتى ليست في البيت وصامت شهر رمضان ثم حسنت فرجها وأطاعت زوجها في المعروف لا نقول في المعصية يوم القيامة يقول له الله تعالى أبواب الجنة الثمانية أمامك اختاري واحد منهم ادخلي كيف ماشي أما نحن رجعنا أمور كثيرة جدا حتى تصل إلى أن تدخل من أبواب الجنة الريانة يدخله إلا الذين يصومون كثيرا ليس فقط قطر رمضان طيب وحكذا إذا نحن نسع أطبيق السحديد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن تقفل؟ ترجمة الهاية ترجمة برد نحن نحن نحنن بعد ذلك بعد ذلك أنزوجها سلم قطع مينة بعد ذلك أنزوجها سائل سلم لقد رجعك الله تعالى هذا المعروف قال أنزوجها سلم إلى سلم وقال أخبر في المعروف التي تقرح التي ينجع التي تقفل أنزوجها تقفل جميع سلم لسلم يقضل أنزوجها الإن Observer أدت أن أصدقاء أنه أن يأتي في صفحات ، لا يوجد أن تبعه ، فهادي ، لا يوجد أن تعالى فإن فستدع أن يتعالى فإن أن ترحبه أن تتعالى أن تتعالى وأن يأتي في صفحات وأنت تتعالى ترميب أن تدعمواته بمعرفة لإعادة الله وضعها إنه يسبيه لأنه يعني اكثر تشاهدين أكثر تشاهده عريك انجمرا يعني لأهو تم ماريه و flirting يأتي وعلى نفسه وحضر تخيله وفضل أغلبه وإنكه طاللل تقارغت معه وَالْرَيْمَنِشُ ثمًا ثمًا ل تعليم لأستخدر لهذاً أني سأتيم يمواجه وإنها أميه وإنه فريعاث والتصال منهم ينطر على فريعه يستخدم ولكنه ينطر وظهور يستخدم ويستخدم إذا ماريه وظهور جمعه ل bounce لصبت 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 إذا وقفت لصبت ب���ات وقفت لصبت لصبت لم يت لصبت 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 ومع ذلك ومع ذلك كم الله سبحانه وتعالى أَعطيق كَاءُ أَقْنَـَا لَا يُعَفِلَى لا بدأه كم لَفَنَانَ يسَلَّا مَالَبِيْهًا سَلَمَلَهْمَهُمُ سَلَمَلَهُمْ سَلَمَيْهُمْ يَعَبْتَ يَنَذِيُوَن وَهُعِيَرْنِيَتَهُمُ وفي أو ي общемه änge وفي1000 براية وcornpielt وقاشة معلومة أنه استمتعي درント أصول عليك لا شي PAL الله لا يملك وأعرف الله الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيب ومبارك فيه سلّي لهم وسلّي مبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد إذن أيها الحباب الكرام نماذج من نساء وصلنا إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يقرئهن السلام وهن حياة يمشين على الأرض وصلنا للتعامل مع أزواجهن إلى درجة أن الله وجبر عليهم والسلام أن الله وجبر عليهم السلام يرقي يقرئهن السلام خديجة من تخويله زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي نبغي أن تكون متاناً يحتدى لنساء المسلمين خديجة من تخويله حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله الوحي لأول مرة وفزع النبي صلى الله عليه وسلم وخاف قال زبلوني زبلوني دتلوني دتلوني قال إني خافوا على نفسي قالت له هذه الكلمات هذه المرأة التي اتزوجت عن نبي صلى الله عليه وسلم وافدته بمالها وبنفسها وبكل شيء من أجل الدعوة إلى الله قالت له هذه الكلمات قالت كلا لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الراحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتنيف وتعين على نوائب الحق خذوا تخرجوا الإمام البقاد هذه المرأة حينما كان زوجها يعني في حالة خوف وفي حالة كده يتواسيه يتواسيه بأعماله ليس كبعض نسائنا نحن حينما تكون في ورطة يتزيد كورطة شكونا في اللي قالت لك مشير مغارق ولي قالت لك سيدي سير لهذا كالأغر ومسنت عندك الاثنية بهذا كالأغر لا والله لا يخزيك الله قال إنك لتصدق الراحم وتحبيب الكلب وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق الله لا يخزيك الله أبدا لذلك في يوم من الأيام في حديث الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم جاء جبري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه خديجة جاء جبري عليه السلام ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خديجة ذهبت لتأتي ببعض الأمور قال هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إلام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب فيه خديجة التي كانت جعلت حياة زوجيها حياة سعيدة جاء يوم الأيام جبريل فقال النبي هذه خديجة خرجت لأغراضها وجاءت وجاءتك بإناء فيه طعام وشرب لشيء من هذا قال إذا أتتك فأقرئ أقرئ لها السلام من رب العالمين ومني من جبريل وقل لها إن الله يبشرك بقصر في الجنة من قصب والقصب هو اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف صنع الله اللؤلؤ المجوف صنع الله اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب حديث خرجت لأغراضها الإمام مسلم alors pour seulement un simple exemple pour le sœur il y a aussi des femmes dans les soirs de l'islam et quand on a parlé du prophète on va parler des épouses des prophètes et même hors les épouses des prophètes il y a aussi des femmes malheureusement je n'aurai pas beaucoup de temps parce qu'il y en a qui se plaintent sinon il y aura des exemples même à l'époque du tabir c'est El Gassut le prophète avec ses biens avec sa position sociale même quand il était béni le prophète par les mécois et le prophète il a senti la compagnie de cette épouse qui lui a rendu sa vie heureuse et surtout avec ses biens un jour le prophète quand il a reçu sa mission ton prophète il n'a jamais vu Jébri et Jébri et Jébri et Jébri et Jébri et Jébri lui avait peur elle avait peur qu'il lui arrive du mal et il était avant 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 et qu'il a dit il est revenu chez lui en tremblant en disant à son épouse couvre moi couvre moi j'ai peur qu'il lui arrive du mal son épouse le rappelle c'est bien fait il lui a dit par Allah Allah ne va pas t'abandonner ne va pas t'abandonner parce que tu gardes toujours les liens par eux et tu véridiques dans tes paroles et toujours tu prends en charge ceux qui ont besoin et ça veut dire tu présentes ta couture toujours bien comme il faut ton invité et tu aides toujours tu défends toujours ceux qui sont victimes d'une injustice et le prophète il est dit qu'on est comme ça même à l'époque regardez la récompense au prophète qui a soutenu son épouse il ne lui a pas reproché d'aller se cacher dans la grotte de Héra comme ça tu nous as abandonné tu pars là-bas parce qu'il sait que son épouse il lui attend une responsabilité la récompense était avant sa mort selon l'imam muslim il disait qu'un jour Gabriel il est venu on annonce au prophète il dit voilà Khadija qui va rentrer à la maison il ramène avec elle qu'il y a quelque chose à manger ou quelque chose à boire et tout de suite il dit s'il arrive annonce lui qu'Allah nous salue Allah nous voit son salut Allah a salué Khadija sur terre et aussi annonce lui mon salut parce que Khadija il ne peut pas avoir Gabriel ça c'est annonce à Khadija qu'a rendu la vie de son épouse heureuse de son époux heureuse annonce lui qu'Allah s'il salue sur terre et ma salutation aussi et dit lui qu'Allah s'il a préparé un château de diamants c'est pas un château du brique du ciment un château construit du diamant où il n'y a pas de de cas d'affligeant et de s'inquiéter Khadija que nos femmes nos épouses nos soeurs nos maman qu'elle revient pour voir l'histoire de Khadija qu'il y a des ومسا لحالة المساعدة لبناتهم في المنزل كيف يريد العبادون هذه التجاة نحن وتعالى الأمر فيه وهل يسمعون على إهمارات المحركة المحركة وصفتها ولكن لذلك الرجل يجاؤهم يسمعون هذه المعرقة لاساحة أماما بنت الحارث بنتهم وَإِنُّ يَيْلَى تَسْيَفَ فِيهَا وَهِيَا تُوَدِّيُعُهَى كَائِلَتَا الى الغ Bene� الجший � sontbes يجب بعد ذلك ويسلل ذلك لتنطبق بعض الغداء ويسللอย تسابعه فرحهم انكه قد ينظر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بي سورة الوحي سهل ما اخفرك الا اخفرك الصحبة بالقناعة، القناعة بمعنى لأنه يريد للمرأة أن تقتنع وأن تقنع وأن ترضى بحال زوجها، بحال رزقه. نحن الآن مع كم الأسف نساءنا يجبرنا أزواجهنا على أن يشتري لهنا مال جارتها أو مال أمتها أو مال ابن خالتها، للمرأة، عدي، الأسف مولوجود! وحديثت أنك يستطيع أن يفعز أنه لا يفعله معك ذلك، أيضًا يجب أنك ت chỉفت لها هل تريد أن يهجب أن يدعني أن يصل قسمك علىك ذلك أيضًا تتطيع أن يسجع علىها سينما يقول ثالث والثانثات والثانثة ثالث والثانثات فهو تبايد إن الأمر يأتطل فهو مجفع ولخبر المرسلة فهو تبايد حساسًا ويف تبايد حساس الإنين وإنشار أشخاص انسى لهم فَلَا تَقَعُ عَيْنَهُ مِنكِ عَلَى قَبِيْحٍ وَلَا يَشُمَّنَّ مِنكِ إِلَّا أَقْزَابَ رُحٍ فَلَا تَقْعُ عَيْنَكِ إِلَّا قَبِيْحٍ إنسان جمال جثرته لكام ملتقى لأنه يجب انسى الإنسان لذلك فإنسان تحسر مجردني شفتين ويجب أنسى ويركما مقتد من الجديد فكرة كان هناك يا أنه فكرة يا تابو牲ه ا enh,,ا إلا Meter ي Окيسا لا اين مملك مناع صوى له اليентов ا Yogه الله بالحشرين لغاية النهاية تبلغاية تبلغاية تعالى ، اما ممندة فكرة ان يجmer دي realization والجن يتجمع من خ日 يذهب إلى 18 أكثر، يذهب إلى السفر، يذهب إلى السفر، ليس معلومة لكي يتوقع على الهصف وكيف يتوقعها وليس يتوقع لكي يتوقع لديه هذه المهجرة يقول لها تفالة في تطوير لا يجاء أن أعطى أنه ليس ليس قد رائعين يتوقع رائعين لماذا ينظر اليوم أن يكون ليس لديهم توقع بسرارة؟ لأنها هناك مجالة يتوقع بسرارة، يتوقع بسرارة فهل أمسكت بسر واسم مع لها سيقوله لك إذنًا هوه أكثر بسسعود من هولئا لأنك تتحق بسصور بس من يكون لكن أنا أعلم وليست أفعله لي أنا أفعله لي وأنت أفعله ولكننا عندما ننتهي و وصفتول لها كم يقول فأنا سألنا لديك لديها لديها دائرة لديه لديها لديها فسيطر امسكت في خاند كل ما قالت لها فقط Giving you for your first time and your first time فاَتَّفَقُّدُ لِي وَقْتُّقَعَانِهِ وَالْهُدُوُّعُنْدَ مَنَامِهِ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجُّعِ مَلْهَبَةٌ وَتَنْغِيْسُ النَّوْمِ مَكْرَبَةٌ فaire attention au moment de son repas et au moment de son sommeil parce que quand Tati est à la maison il travaille jusqu'à je ne sais pas il revient, il a faim par contre il y a du sandwich partout il ne veut pas manger du sandwich il va manger à la maison mais le repas il n'est pas encore هناك يقولون ذلك يقولون ذلك هل مرحبًا؟ يظن ذلك؟ فالفرقة يجب أن يفعل ذلك وليس ليس تتعاقل فهي يتعاقل الناس يقولون ذلك ايه يقولون ذلك وطرقه فيصفه وطرقه وعيه يشكره فيصفه وعيه لغاقه اتباعي بثيرًا يقولون ذلك يقول لها أهل انتحقه نعم بكثير لها الفكرة نعم بكثير لأنه ينبغي الوديو اطلقه يعرف في آية سنردي كنت تعرفكم معه تأثقه مع القديم هناك أيضًا في مكان ما تحكيرت تحكير من تووفك ليس بحاجة ل taرhnagogى سياسة روزكان لا تُعِسال على верх يا سهل ومن بالأوزر كما قالون وجبده وظائفه 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 وأخفه فيفيسرها وإن أفشيتي سيره لم تمنغه ثم بعد ذلك إياك والفرح عند اكتئابه والاكتئاب عند فرحه الحمام كانت كذلك يقوله , فتحه انتظار لا يجب أن تكتب أن تتعارك عندما يقضل أكثر لا يجب أن تتعارك ونقضل أكثر عندما يقضل أكثر وليه للك الهن النبي يقوله أيضًا فخصة فهو يطلقه بشكل مزيد فهو يطلقه بشكل مزيد فهو يطلقه بشكل مزيد ويطلقه بعد قصة لتها فكريتاة افضل حال فكريتاة فهو يطلقه مع الظلم هذا الانهي نفسه إذن أحباب الكرام يطلقه كثير من كله لكن لأولا نتعلم عليكم أحباب الكرام أخبركم بأمره لكي تعلقه بأعشرة والتسعى في الأسبوع المقبل المترجم الى المترجم الى النبي صلى الله عليه وسلم المترجم الى النبي صلى الله عليه وسلم المترجم الى النبي صلى الله عليه وسلم selon l'équivalent de 85 grammes d'or le seuil ça monte à 2618 euros selon le conseil des fatwas européens et des recherches ceux qui ont l'habitude de donner alors c'est le moment de faire leur cantine ou bien ceux qui ont l'habitude de le donner dans d'autres mois suivants alors qu'on tient le seuil celui qui a 2618 euros dans son compte à part ses charges et ses vêtres doit donner 2,5% de cette somme � وفي تونس وفي كل مكان الترقف فيه في بورما الله كلهم لي ونصيرا وظاهرا ومعينة الله ما عز دينك يا رف العالمين في كل مكان وارفع رأي دلسيام المسيطين في كل مكان واستعملنا في دعوة دك خير استعمال اجعلنا خيرا لأهلنا اجعل أهلنا خيرا لنا اجمعنا على محبتك وطاعتك وردان ولا جعل الشتان والأهل في السنام البين حضا ولا نصيبا وسلم الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله يا رب العالمين وآقم الصلاة